النساء لسنا دمان جميلة هذا ما تؤكده تايونيس تصارع هذه الملاكمة الفنزولية الظروف تلكم كل حاجز يعترضها تحلم بالمساواة رياضيا وتحمل رسالة إلى نساء العالم بأنهن قادرات على قطع حبال لفها المجتمع حول أعناقهن بإمكاننا فعل الكثير لكن نقتنعنا بكذبة قديمة مفادها أننا دمان جميلة لقد حان الوقت لتكريس المساواة وسننجح حتما على حلبة الحياة كثيرات هنا شبهات تايونيس يصارعن الأقدار بعزيمة ويقبضن على أحلامهن فهذه شهناز أول مدربة ملاكمة باكستانية لم يعقها الحجاب ولم تحجبها أعراف مجتمعها عن تحقيق ما تصب إليه تميزت بكون أول امرأة تدرب الملاكمة أنا من بيشاور وهي مدينة محافظة لكنني تخطيت كل الحواجز ومن باكستان إلى فيتنام نساء تحدينا الأدوار النمطية للمرأة انتزعنا الألغام من دربهن وفجرنا طاقاتهن في ميادين التميز لا ننزع الألغام من الأرض فحسب بل تلك التي تواجهنا في الحياة نحن قادرات نعتني بأسرنا بيد وباليد الأخرى ننزع الألغام الثامن من أذار مارس من كل عام يوم يوحد نساء العالم في ساحات المطالبة بحقوقهن منذ أكثر من قرن وبالرغم من ذلك لا تزال هناك نساء حتى هذه اللحظة مسلوبات الإرادة والحقوق لكن إذا نظرنا إلى الجوانب الإيجابية سنجد أن المرأة قطعت أشواطا من الصعاب وحلقت في سماء الطموح من دون خوف وبلا حواجز وهناك أخريات أثبتنا أن الجنس اللطيفة بإمكانه أن يكسر القاعدة ليحمل العصى ترجمة نانسي قنقر